السلام عليكم ورحمة الله عزيزي الطلاب طلاب العاشر حا اليوم عنا شباب درس جديد بقواعد ان شاء الله اللي هي موجودة بواحد التاسع اللي هي او الجمل الشرطية بعض منكم اخذوها بصفوف سابقة احنا اليوم راح نتوسع فيها ونشرحها ان شاء الله بشكل وافي مطلوب منكم انكم تشاهدوا هذا الفيديو تعيدوا اكثر من مرة القاعدة هي بدها تركيز بدها شغل من اول مرة مش راح انت تستوعبها بدك تحاول تفهمها بشكل متكرر تشاهدها بشكل متكرر عشان يكون عندك الفهم ان شاء الله جيد هاي العنوان او الجمل الشرطية طبعا نحن نحكوان عن نوع سفر واحد واثنين وثلاثة ان شاء الله اوكي بلش اول نوع راح نحكي عنه ان شاء الله اللي هو النوع سفر وهو ابسط الانواع طيب زيرو طيب يعني نوع ثلاثة انواع في عنا طيب زيرو نوع سفر اه تعريفه هذا ابسط الانواع بيجي عنا اف او ون في عنا بريزنت سيمبل زي ما راح نشوف بالامثلة مضارع بسيط راح يجي بالطرف الثاني بيجي عنا فاصلة هون كمان بيجي عنا بريزنت سيمبل بطلوب انك تحفظ هذا الشكل عشان اتميزه عن شكال اه 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 لجيات للامام وفي نهاية هذا الدرس ان شاء الله في عنا اه اه تمرين بنحله مع بعض وبنحكي ليش طبعا حكون تمرين على شكل ضع دائرة ما تخافوا لكن ايش لازم احنا نكون عارفين على اي اساس حلينا على اي نوع من هذه الانواع اذا كمان امر نوع الاول بيحكي عن حقائق او اه شيء ثابت بالكون ناخذ مثل حقيقة ثابتة بالكون اللي هي مثلا لو او ان قمت بتسخين الثلج ايش راح يصير شو النتيجة لو استخن الثلج ايش راح يصير فانه سيذوب هذا الحقيقة موجودة بالكون ثابتة ناخذها بالانجليزي هاي عنا اف زي هون if you heat مضارع بسيط if you heat انسخنت او قمنا بتسخين الثلج ايس كما فاصلة ات شو راح يصير فيه ميلتس سوف يذوب اذا لاحظ هون ان استخدمنا فعلين مضارع الفعل heat يسخن والفعل ميلتس حسب الشكل انا مشيت حسب الشكل الموجود بالاسود مش من عندي اذا الشيء المميز بالنوع سفر انه بكون عندنا فعل مضارع بجزء الاول وبجزء الثاني كمان فعل مضارع هذه الجملة if you heat ice هاي الجملة يا شباب هي حقيقة موجودة بالكون زي كثير اشياء مثلا ناخذ عادة شخص بكون بعادة معينة طبعا ممكن الجملة تبدأ بif وممكن تبدأ بwhen زي ما انتم شايفين بالقاعدة هون ممكن تبلش بif وممكن تبلش بwhen عندما يأتي علي او يصل الى المنزل he always sleeps عندما يرجع علي عندما يرجع عليهم الى البيت انه دايما ينام هون هون عنا شباب gets فعل مضارع بالازرق زي ما انتم شايفين وفي عنا هون sleeps كمان فعل مضارع الجملة من معناها يدل ان الشيء يحدث بشكل متكر اذا الشيء المميز بـ Type 0 هي عملية احداث طبعا Type 0 مش رح تتعرضه كثير انت يعني بالحل رح نحن نشوف واحد اثنين ثلاث هي اللي بهمونا لكن Type 0 ضرروا تكون عارفوا هي احداث كمان مرة وقاعة موجودة بالكون او عادة تقوم بها الانسان وبتقوم بالمضارع البسيط تذكر تركيب المضارع البسيط طبعا احنا اخذنا بالقواعد المفرد نزيد للفعل S او ES ومع ونحط الفعل زي ما هو بدون هذي مراجعة عامة لقاعدة المضارع البسيط كمان مرة انا هون بهمني انك انت ايش هلنمسع شوف هيك بهمني شباب هون انك انت تكون عارف هذا المعنى بالاحمر هون هو اللازم تحفظه لازم تعرف انه بجعلنا بالحال بالنصف الاول اللي هو مضارع بسيط ونصف الثاني كمان مضارع بسيط اوكي ننتقل للنوع الاول هون هكينا 0 ابسط واحد نطلع درجة نطلع على طيب 1 النوع الاول طيب 1 شو استخدامه يستخدم النوع الاول من الجمل الشرطية للحديث عن شيء قد يحدث في المستقبل ايش ممكن يصير ممكن لا تستخدم هذه القاعدة للحديث عن شيء من محتمل حدوثه في المستقبل اي ليس حقيقة ثابتة يعني مش زي سفر النوع الاول سفر هذا نوع مختلف وتتكون من؟ كمان مرة اللي هون متطوب بنا نحفظه شباب معلم هون بالاخضر بدائرة لازم تحفظوه عشان تعرف تحلم شو مكوناته؟ بتباشي الجملة بF زي ما انتم شايفين بالجمل الاولى والثانية اول الفعل بيكون present symbol الفعل الاول زي ما انتم شايفين زي learn هاينا عنا فعل اول و study فعل مضارع و learn فعل مضارع if you learn to cook انت علمت الطبخ it will be very useful سوف يكون شيء مفيد شو المميز بالطرف الثاني بعد الفاصل زي في عنا will زي هون وبعد will اجايش فعل مجرد will be will be نطلع على الجملة الثانية ونقارن الجملتين شكلا بنلاحظ ان الجملة في هون بالازرق كمان فعل مضارع اللي هو study if you study you will succeed in the exam لو تدرس بجد ستاو ان تدرس تنجحها جملة شرطية بسخدم بالغوة عربية احنا ان تدرس نجح فعل الشرط اللي هو الدراسي جواب الشرط النجاح الفعل هو اللي بحقق ايش الجواب if you study art ان درست بجد you will succeed in the exam سوف تنجح في الامتحان اوكي نلاحظ هون ان عنا will زي القاعدة فوق وعنا succeed اللي هي فعل ايش الفيرتف او مجرد كمان مرة شباب مطلوب بهذا الحقيقة بتحكي عن شيء ممكن يحدث في المستقبل اللي هي النوع الاول ضروري منه نحفظ الشكل لازم نحفظ انه بيجي بالنص الجملة الاولى زي هون نصف الاول شو اجعلنا اجعلنا في المضارع زي learn وبنصف الثاني بعد الفاصلة ايش اجعلنا will زائد الفعل مجرد هاي عندنا will والفعل المجرد مثلا play read الى اخره انه فعل لا في اس ولا هو ماضي فعل مجرد بالحال الاولى اوكي ملاحظة في انه هون ملاحظة يمكننا استخدام افعال ناقصة مضارعة اخرى من عائلة will مثل may او can يعني هون بدل will بقدر اكتب can او may can او may مش مشكلة لكن هي will هي الاساس هي الاساس الروح عن النوع الثاني type 2 النوع الثاني شباب type 2 we use to talk about imaginary things او thing نستخدم ها قاعدة حديث عن شيء تخيلي اي لم يحصل اصلا ايش انا ايه بفكر فيه بتخيله ممكن زي حلم او ايش بطمح الو لو كنتو مثلا نقطهم بالعربي طلعش مكتوب لو اصبحتو غنيا ساشتري قصرا هاي الجملة خيال نوعا ما تخيول انت تتخيل فقط بهمني هون كما امرا الشكل الشكل بيعلمه بالاسود هون هذا الشكل لازم احفظه عشان اميز عن اللي سبقه نفس الاشي عنا F بتبلش الجملة بF وبwhen لكن هون بيجي ماضي فعل ماضي طلع هون فعل became became ماضي become بالنصف الاول بالنصف الثاني هون زي ما احنا شايفين ال will بتصير ود بتصير ماضي ونفس الاشي بيظل الفعل مصدر يعني النوع الاول يختلف عن النوع الثاني فقط بانه بالمعنى طبعا لكن يختلف ايضا انه في النصف الاول بدل وجود present symbol او مضارع بسيط يصبح الفعل ماضي زي هون became ماضي become وبدل will بحط would ونفس الاشي بيظل الفعل مجرد نفس الاشي الجملة الثاني في عنا where بدل I am صارت where ماضي ماضي am وبدل will صارت would go لو كنت مكانك سأذهب الى السينما مستحيل انا اكون مكانه او اصير اه انا هو انا اوكي اذا النوع الثاني بحكي عن تخيل نوعا ما لكن الشي المهم لنا بالشكل او عشان نحل بالسؤال راح يجينا اخر الفيديو انه في عنا هنا ماضي راح اذكركم في نهاية الفيديو انه كيف حليت انا الجملة طلعت اذا فيه ماضي بس simple ماضي زي في عنا would زي في عنده would وراء الفعل بتكون نوع الثاني يعني انت بس عليك انك ايش تحفظ هذا الشكل شباب بحيث انك انت تسيطر على الجواب وتكون فاهم ايش بدك تعمل فيه سؤال اضع دائرة ملاحظة يمكن استخدام فعل نقصة ماضية مثل زي انا حكينا اول يعني زي will ممكن نحط can و may و would تقدر تحط ماضيهم او زيهم بالماضي might او could يعني بتستخدم الموديل اللي انت الفعل النقص بتشوفه مناسب ملاحظة اخرى اذا وضعنا جملة f الشرطية في البداية فاننا نضع فاصلة بعدها و اذا وضعنا جواب الشرط اولا فاننا نضع فاصلة يعني ال-f احنا حكينا تيجي هداما في اول الجملة صح؟ لكن هون لاحظوا انه اجت في نص الجملة حينما نعلمها اجت في نص متصف الجملة بتحكي لك القاعدة اذا اجت في متصف الجملة الفاصلة الكوما هاي تلتغى تروح الفاصلة اوكي؟ يعني هذي هي شيء فرعي للقاعدة الشيء الاساسي اللي انا هكت لكم فوق اللي هو بالاسود اللي لازم تحفظوه وبتذكركم كمان مرة هذه القاعدة فيها حفظ يعني انه بيمكنك انت تسيطر على السؤال وتحله بالحفظ بشكل كبير جدا جدا اوكي، هذا النوع الثاني عاكينا النوع الاول فيه present symbol well و infinitive النوع الثاني فيه فعل ماضي past symbol وفيه would بدل will و infinitive نشوف النوع الثالث اللي هو يختلف كليا عنهم الفعل رح يكون اطول شوي لكن سهل تمييزه عن النوع 0 و 1 و 2 النوع الثالث نشوف مع بعض النوع الثالث اوكي نوع الثالث شباب type 3 النوع الثالث يعني نستخدمه to talk about things نركز على كلمة ندم هذا من لاحية المعنى وضع ندم يعني مستحيل انه نرجع بالزمان ونغير اللي صار كمان مرة بنحفظ هذا الشكل هون حطيت عليه نجمة هذا الشكل الشباب هاي دائرة لازم تحفظوه عشان نعرف نحل ان شاء الله في نهاية هذه الفيديو التمرين طلعوا شو الاختلاف بين الأنواع السابقة اول اشي تشابه موجود ف وين منقدر نبلج الجملة بهاي او هاي هون مش مضا هون نعلم بس هون بالأحمر past perfect مش present simple زي نوع الاول ولا past simple زي نوع الثاني past perfect شو شكل past perfect من انجليزي هاد وتصريف التالث الفعل طلع هون هاد وكما مرة تصريف التالث الفعل هاد 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 او مثلا بجملة الثانية اه الجملة الثانية هي مش مشكلة بالعكس اوكي راح يجينا جمل بتبريه ان شاء الله لكن المؤشر اليك في الحل اذا بتشوف بنصف الاول في عندنا هاد ووراها تصريف ثالث فانت بتعرف ان هايش جملة type 3 نشوف النصف الآخر الثاني نصف الثاني هاي نصف الاول حالينا نصف الثاني نصف الثاني في عندنا would حكينا بالنوع الاول بيجي will بالنوع الثاني بيجي would وكمان بالنوع الثالث بيجي would لكن وراها ايش would would have بيجي وراها have لاحظوا الفعل ثالث كلمات بصير والتصريف الثالث بيجي بعدها buy both معنى الجملة لو كنتو املك نقودا كافية لو كنتو املك نقودا كافية كنتو سأشتري سيارة جديدة هون بنحكي عن ندم او شيء مستحيل جدا انه وطبعا ايش بالماضي ومستحيل انك انت ترجع اتحققه كمان مرة منركز بالشكل مشوف انه الفعل هون بيجينا بشكل فعل طويل فانت لما تحل بالسؤال اللي ضع داير ان شاء الله بدك لازم كل من السهل عليك تميز انه هنا فينا الفعل بتكون من هادو تصريف الثالث وهنو عنا ود وهاف وكمان تصريف الثالث طلع معطول ثالث كلمات احنا دائما اخذها من النص الثاني بالانواع القابل اللي هو اللي هو ايش احنا اوكي انا مثلا ممكن نحكي الجملة كمان ممكن تيجي طريقة اخرى علي ويد هاف سكسيدد اه سوف اه لو ربما انه نجح عليهم ان درسه ايش بشكل جيد هون اجت بالعكس طبعا اجت بالعكس انه احنا احنا اف وين اجت كمان اجت في النص ممكن انتي تيجي تعكس هاذ الجملة شو تحكي هون مثلا اف هي هاد ستودد ويل بتصير هي رقم واحد اه هي اه عالي اف عالي وود هاف ستودد ويل هي وود هاف سكسيدد اوكي عليهم كان سينجح لو انه درس الجاد عليهم لم يدرس الامتحان ويندم اضعت فرصة ايش للدراسة هلا هون شباب اه 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 هاذ القاعدة بصف عاشر يعني احنا ومعنكم صف العاشر احنا نحاول هون انه نجيب السؤال على شكل ضع دائرة علما انه هاذ القاعد بيمكان انه نجيبها باشكال مختلفة احد الاشكال اه انك تحول من نوع لاخر يعني اجيب لك انا جملة بالنوع الاول تايب 1 وتحول لجملة لطايب 2 او طايب 2 لثري او من ثري ترجعوا لواحد هلا ها بالعاشر احنا ان شاء الله بلوح التاسعة شباب بجيبكم انا سؤال فيها ضع دائرة طبعا ضع دائرة لا يعني انه اه بسيط جدا لا تكون مركز تكون حافظ الاشكال اللي انا حكيت لك عنها زي هون هذا الشكل واللي سبقه لازم انا اكون ايش حافظهم عشان اعرف كيف احل هلا رح ندخل بالتمرين ورح افرجيك انه كيف حلينا بيتمنى منك تركز اه جدا تركز اه ما ضيع الفيديو وتقدمه هيك لا بدك تركز ومعي بيمكن الفيديو زي ما حكيت لكم بنعاد اكثر مرة بحكي بصوت واضح اه بترجعكم انكم ايش اه تنتبهوا وتركزوا معي اوك هلا ندخل عالتمرين ان شاء الله في صفحة تالية ونشوف كيف منها نحل اوك ياه هيك بجينا السؤال السؤال choose اختار اختار جواب المناسب الان رح ادخل بكل جملة اول اشي رح اقوم فيه انا بالجملة رح اشوف انه جزء من الجملة بدي احل هل بده جزء الاول لبعد F ولا جزء البعد الفاصلة يعني اطلع مثلا على السؤال الاول او جملة الاولى طالب من النص الاول بده لبعد F لبعد F طالب مني احل اختار واحد من الثلاث هذون ويول اندرستاند هلا هون مفتاح الحل شو هي القاعدة او النوع اللي حكينا بيجي ويل والانفنيت بفعل مجرد شو هي يا شباب اللي هي واحد طايب ون طايب واحد بيحكي انه بيجي ها تمسح انه بيجي بالنصف الاول بعد F مضارع بسيط ونصف الثاني بيجي عندنا ويل واندرستاند او وانفنيتف اوكي اذا حددنا هاي النوع الاول علينا نضع دائرة الفعل مضارع لما يكون قابله هي او شي او ات لازم يجي معها اس توك خطأ توكس صح اذا الجواب الصح توكس ونحط عليها دائرة هي الصح ويل تيك خطأ لانه حكينا لازم يجي ايش مضارع بسيط وليس ويل والفعل كمان مرة الجملة الاولى حلناها صح الجملة الاولى شباب على النوع الاول بيمكنك انت ترجع في الفيديو الاول الشرح وتشوف شنوع الاول مكوناته النوع الاول شباب بيجي عندنا بريزينت سيمبل اللي عليها دائرة هون بريزينت سيمبل وبيجي عندنا ويل والفعل مجرد اوكي اذا انا حلية الجملة ما شرحت معناها فقط من خلال دراستي للشكل وحفظي للشكل اه اه حلية الجملة اللي يضع دائرة اوكي جملة الثانية اي ام شور هاي الجزئية اللي فيها اف هون الجملة بالعكس هاي الجزء اللي بيبلش فيه اف اوكي في عندي هنا ويل وستوب ويل وستوب حكينا اذا بيجي عندنا ويل وانفينيتف بيكون عندنا زي الجملة الاولى النوع الاول اف ذات ذاكة يعني مفرد شو لازم يجبع اللي هي فيها اس اذا جواب الصح حابنز جواب الصح حابنز على تايب ون جملة الثالثة شباب اوكي جملة الثالثة بتحكي انغلينا او انغليت الماء ايش؟ سوف هاذو تذكروا معنا بتايب زيرو حكينا بنحكي عن حقائق او وقائع موجودة بالكون طبعا اذا انا بسخن او بغل المي راح تتبخر هاي تايب زيرو النوع سفر والنوع سفر فيش فيه ويل فيه عندنا هون فعل مضارع اللي هو بويل ولازم يجي كمان فعل مضارع وفيه عندنا ات الات بتاخد اس مع الفعل اذا اللي هي بمعنى تتبخر هاي الجملة شباب على تايب زيرو الجملة الثالثة على تايب زيرو النوع سفر بمكنك ترجع بالفيديو لأول اشي وتشوف شو نوع سفر شكله وتقارن مع الجواب جملة الرابعة شباب إن درستها بجد يو باس إن درستها بجد فيه عندنا هانا بريزنت سيمبل فيه عندنا مضارع حكينا لازم يجي ايش ويل و الانفناتف إن درست تنجح يستطي يويل باس ود باس خطأ لانا في تايب 2 هيا تايب 1 و باس خطأ مستحيل تيجي لازم يكون عندنا ويل باس إذن هاي الجملة شباب كمان ورعة تايب 1 اوكي إذا ننفذنا الاكسجين يعني الاكسجين ننفذنا الاكسجين في المضارع وي بريث اوت شو نحنطلع من عملية هاذا حتى فلسنا الاكسجين شو منطلع؟ اي غاز ثاني اكسجين الكربون إذن وي ويل بريث اوت حكينا تايب 1 في عنا فعل مضارع وفي عنا ويل بريث اوت شباب اللي هي ايش اللي هي الجزء الثاني اللي بعد الفاصل ويل والفعل المجرد وبتقدر ترجع بالفيديو للورا وتشوف بالزبط الشكل الصح وتقارنه بالجواب ستة نور يوجوالي ليت افشي سليب 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 هون نحكي عن عادة تايب 0 نور بالعادة تصح من النوع متأخرة ان النامت متأخرة في عنا هاي الاف اجت معها مضارع طبعا هاي الجملة بالعكس يوجوالي نور مفرد بجمع الفعل هاي شباب جملة السادسة كمان مرة واسمع بشكل واضح على النوع 0 جملة السابعة إذا كان لديه ليس لديه انجرد طلعوا الطائم اطول الفعل ليس لديه انجرد حكي انا اطول الفعل فيهم اللي هو الطائب 3 الطائب 3 لو انه ساق بشكل اكثر حضرا سوف الان يصاب بالحادث بحكي عن اشي وهم اشي مستحيل انه جعب الماضي ونغيره اذا ايش انا هو اللي بيجي بعد الفاصلة اللي هو الطائب 3 وهون طبعا الجواب حكيين لازم يكون في النصف الاول لازم يكون في عنا هاد والتصريف التارت اذا هيك يصير الجملة صح اذا جواب الصح شباب هاد اللي هي طائب 3 هون اجت ايش طائب 3 نوع الثالث ارجع انت بالشرح لو ورا بتشوف كيف انه شكل طائب 3 اللي لازم تكون حافظه ثمانية لو كنتوا مكانك هون عنا فعل ماضي انتبهوا وير فعل ماضي جواب الصح جواب الصح هاي شباب على طائب 2 ارجع بالفيديو وشوفش يعني طائب 2 هكي انا فعل ماضي بيجي هون نصف الاول مع if في النصف الثاني بيجي عنا would ومش well would و الفعل المجرد تسعة if you would lived in the 30th century you will have a car لو انك عشت في القرن اه اه التاسع عشر في عنا هون ايش would هاي اختصار له would وعنا ايش lived اه اللي طائب الثاني would lived you drove a car اللي هي جواب الصح اللي هيشباب ايش لو انك انت عشت بال اه اه هاي لأ عفوا هون 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 عنا شباب هاي هاي هاد هاي شباب هاد اختصار لهاد اذا اني نحكي لنتجي معها هاد تايب ثري اذا هاي would you had lived انعشتها بقرن تاسع عشر إيش رح يصير؟ طبعا إشي رح وخلص بقدرش عيش أنا برجع بلا وورا بالزمن بيجي عنا تايب ثري إذا هاي الشباب عن نوع الثالث تايب ثري كمان مرة جملة تاسعة عن نوع الثالث برجع على وورا وشوف شو نوع الثالث أوكي بس نعلم الجواب باي جواب شباب تاسعة أوكي العاشر شباب بواتر الماء تحول إلى بارد إن وضعتوه في الثلاجة هاي متلقائيا أسري من المعنى بعرف إنه إيش طايب زيرو طايب زيرو دائما بيجو مضارع فش في ويل إذن هون عنا مضارع هون لازم كمان يجو مضارع شو الفعل المضارع الموجود بين هاي الثلاث اختيارات اللي هو إيش بيكمز بيكمز سبب حطينا الإس هون لأنه الماء بيجي مع إيش مفرد وبيجي مع إيش الإس زي ما شفتوا شباب أنا كل جملة بحلها بحفظي للقاعدة فكرة منادرة ما بحكي مع الجملة حتى فإنت عليك تميز رح جيك السؤال على شكل ضع دائرة تضع دائرة على الشكل أو الطايب المناسب بحكم إنك كيف أنت حفظت شكل القاعدة ضرور جدا تحفظ شكل القاعدة عشان تقدر تحل جملة ويعطيكم ألف عافية درسوا كويس شباب تابعوا الفيديو بشكل جيد عيدوا الفيديو أكثر مرة الفيديو متوفر عندك صفحة مدرسة موجود كمصدر تعليم بالكتاب إن شاء الله رح ندخل وين مشروحة هالمادة طبعا مش مشروحة بشكل مفصل هيك رح نختار بعض التماريون حلها إن شاء الله مبعض في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة